ميد راديو لا راديو ميد ميد راديو معنا سي محمد بوخلاد لان سي محمد بوخلاد شحال دي ما سمعنا سي محمد بوخلاد هو خبير في السياحة ولكن هو متخصيص في الدينامية دي المشاهد والمخاطر وطرات سي محمد كيتكلم معنا من خنيفرا سي محمد اهلا وسهلا السلام عليكم في مصطفى سيدي غبرتي علينا وتوحشناك شو هي ضروري واتوحشناك جزاف والله العادم في دي البعدال العائلاء والوليدات كل شي مزيان إذن اليوم السي محمد مسافرين ولكن ما بغيناش نبقاوه فلاصة وحدة في نظرك انتا كيفاش يتكون زماء هاد التاقافة عندنا باش نمدون نوع شوية ما نبقوش مكان واحد دب كل واحد على الحساب كما قالت لنا ذوحا وكسي سعيد شروق كل واحد التاقافة دياله وكل واحد ذو البروغرام دياله وفي نظرك السي محمد أهلا وسهلا الله يبابك في الصفاء أنا اللي كنشوف من خلال يعني تجربة دياله سنتين هذه دبا يعني ممكن نقوله من بداية الجائحة بالكورونا نعم يعني خصوص القطاع السياحي نقدرون نقوله بأنها تطلب أنه يتعاد في النظر بزاف ديال الحواج نعم كمثال ما اللي كنهضروع السياحة الداخلية الاشكال اللي كين ربما اللي كنشوفنا خصوص القطاع واحد العناية بزاف نعم هو يعني تعريف بالمنتوج السياحي كما كان قوله نعم كما كان قوله بدوك المؤهلات السياحية الماحلية اللي عندنا في المغربي نعم اللي ربما كنشوفه أنه غائب شوية هو هده 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 نقطة يعني المواطن مثلا مغربي نعم يعرف مثلا نعم مثلا لتوجه الواحد المنطقة ناخده كمثال خنيفرة نعم كان عرف خنيفرة كما المؤهلات اللي ممكن نشوف يتبع جميع الحلقة تموها هذا البرنامج يعني بصراحة نعم في المتب بأتي شيء من منطقة رأت تقريبا كاتترسم واحد الخريط لذيك المنطقة كاتتعرف كما المنطقة اللي ممكن تشوف إلى آخر نعم لكن بغناتش يكون يعني بحلقتي يعني مكتوب مثلا في الانترنت إلى آخر تكون واحد لبص دودوني كتدخل مثلا أنا مثلا وينزور خنيفرة من بعد غد ندوز المراكش مثلا يمكن نمشي الشمال أو الجنوب إلى آخر يعني يكون عندي واحد المعطيات مضبوطة ما هو مالحويج اللي غد نشوف سواء الجانب الطبيعي الجانب مأثير مثلا تاريخية إلى آخر يعني كتكون عندي وانا كنختار بكساء على حساب الهتمام ديالي كالناس لعند ميولات للطبيعة كالناس لكتشوف المآتر التاريخية كالناس مثلا لعند أنواع أخرى ديال السياحة وبالتالي هنا يعني هذا لبص دودوني ما عرف يعني ربما كتبلي من أولى الأولوية خصوصا أن في هذه مبشرة بالنسبة للسياحة الداخلية والناس فهمت بأن كتير ما يتشاف في المغرب وممكن أن نتصرف في البلاد ما شي ضروري أن ننشير بلاسة أخرى صحيح كان واحد الفكرة سي محمد اللي هي جد مهمة وهذه ستكون في أي منطقة ما اشنا هي دبا احنا دائما تنقول غدي نسافر وبغينا ما نتقعوش بلاسة خنيفرة سيكون واحد المكتب ديال الإرشاد السياحي وهذا المكاتب ديال الإرشاد السياحي كان عرفو أن في المغرب كثيرة ولكن مع الأسف كان البعض منها اللي تيكون مسدود أنا ما عرفتش لأن بزاف ديال الأماكن كيكون واحد المكتب ديال الإرشاد السياحي كتخسر عليه فلوس كيكون فيه مثلا طاقم أي منطقة أنا في نظاري خس يكون فيها مكتب الإرشاد السياحي علاش لأن هذا المكتب ديال الإرشاد السياحي هو اللي غد يقدر يقدم هذه الخدمة المواطنين بمعنى يقدم واحد الديبليون واحد البروشير واحد الكاتالوج بهذه المعنى ما غدش نقول كاتالوج ولكن مطوية اللي فيها مثلا واحد سيد جال خنيفرة هالوجهات اللي يمكن يشوف هذي في نظار كاسي ساعد هو كما أشرت سيم سطاف هو عندك الحق هو تقريبا هذي سنين وسنين واللي نك نلاحظ غياب هذي المكاتب والجل دياله كتلقى مغلوقة هنا في الدار بيدانيت كتلقى مثلا بعض المكاتب اللي هي البيبان دياله مغلوقة وحتى اللي أجانب أو الناس اللي خارجين على مدينة الضربدة إلا جاء بغياخ تشين معلومات مثلا من هذي المكاتب دي كتلقى مسدودة على طول العام هو في الغالي بسيساعد على ما شاهدت أنا وعلى حساب المتوضيع ديالي دباء الضربدة مازال كين ما ما كينش كين واحد شارع الحسن التاني كي يكون مفتوح مزيان ولكن كين دباء بعد بحل دباء نفراء ما كينش مكتب الإرشاد السياحي هنا تنمش للغليس لما فيهم للا دوحى بالنسبة لها المكاتب ديال الإرشاد السياحي كنعرف كتقدم واحد الخدمة كبيرة في نظرك إلى تصور دبي إلا كانوا مثلا ناخذ الموضو الكبرى ولكن هذا المكتب ديال الإرشاد السياحي يكون في واحد المنطقة التي تكون فيها حركية يكون يكون شارع رئيسي إذن هنا سنقدر لدينا التقافة ولماذا لا يكون هذا المكتب الإرشاد السياحي يتكتب في هذا شيء ستزور مثلا الفاس ولكن كينين مناطق أخرى وهذه بدرجة كينين بلايس أخرى التي يمكن تشوفها سندخل ونأخذ ويأخذه بالمجان وهذه تكون واحد الخدمة جدا مهم فعلا هذه القادية هي شيء مهم بسف نعم ومن تلقى المكاتب كلها سدودة وإلا تتخدم شوية وكتسب شوية فهي رأي تتساهم فأن السياحة المدينة تتراجع شوية شوية خصوصا الأماكن التي تكون فيها السياحة وما تلقى فيها نهائيا مكاتب وكتلقى كما قلت استسمح المقاطعة كتلقى مثلا فاس مكناس ولا شيء حاجة كتلقى أن هذه المدينة كين فيها ميتشاف كين في النواحي دي كين فيها هي وكين لا مش كل شيء دبات يعرف كندما مثلا سيدي أنا سنمشي المكناس سنرى الدقة المكناسية أو سنرى الدقة العساوية مزيان سننزور الهادي بن عيسا مزيان ولكن المكناس سننزور ونشوف هذه المواقع السهري السواني كذا إلى الإصطابلات الخيول مثلا السلطان والإسماعيل إلى خير إذن من هذا المنبر بغينا هذا المكاتب الإرشاد السياحي واللي بطبيعة الحال في الغالب تكون تصهر عليهم إما المجلس الجهاوي أو المجلس الإقليمي للسياحة إذن سننرجع مع سيموحمد بوخلاد باش ما نخليه وشكيت سنن سيموحمد بوخلاد قوي سيموحمد سيموحمد وإحنا بغينا خنيفرا يكون في هذا مكتب الإرشاد السياحي في الحقيقة نرى يعني كما شي يقولون بحث لحناظر بهذه المسألة هذه مطالبنا بها خنيفرا قام طالبوا من دوبيا يعني من دوبيا وأن خنيفرا لا يوجد شي حزن لي قليلة من ناحية خنيفرا رأتك شي فيها جميع الشروط كتوفر في خنيفرا نتنعر في خنيفرا نحن تكون من دوبيا السياحة وعاد نضروع للمكاتب الإرشاد وكما قلت هذا المكاتب بصراحة رأي يعني يكون عنده طبع رسمي بعد نعم يكون يعني تكون محط ثيقة ديال 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 من توجه المكتب ديال إرشاد اللي هو رسمي يعني ديال الدولة ومحطوط بمعايير مزيان رأي نكون عندي واحد ثيقة في المكتب يعني عندي ثيقة في مجموعة مجموعة شي معلومة اللي هي مزيئة من المصادير ودائها ناخذ واحد المعلومة اللي هي في يابن وناخذ معلومة اللي ربما ما نكون